مالك ابن دينار يقول رأيت صاحبا لي في المنام فيه صديق أكيد يعني مواصفات صديق مالك ابن دينار يعني كمواصفات مالك في صدقه وإيمانه وإخلاصه وحبه لله سبحانه وتعالى وعدم ظلمه للآخرين وعدم سرقة الآخرين وعدم هتك أعراض المسلمين وغيرهم يعني أكيد مواصفات رائعة أكيد يعني صديق مالك مثله في الأخلاق الإيمانية قال رأيته في المنام وقال لي إني محبوس عندما سأله مالك ماذا فعل الله بك قال إني محبوس عند باب الجنة الله أكبر بكل هذه المعلومات وهذه العبادات وهذه الأمور أنت ما زلت محبوسا عند باب الجنة لماذا يا صديقي قال إنني استعرت إبرة من عند الجيران فمتوا ولم أعدها إليهم إبرة أخذ إبرة من عند الجيران ومات ولم تعود الإبرة إلى أصحابها فمحبوس صديق مالك بن دينار من أجل إبرة أيها الإخوة محبوس عند باب الجنة حتى تعود الإبرة إلى أصحابها وإنها عند أهلي في بيتي في مكان كذا وكذا فذهب مالك بن دينار إلى بيت صديقه وأخبرهم بالخبر وذهب إلى مكان الإبرة فوجدها ثم أعادها إلى الجيران أصحاب الإبرة إبرة فرآه في المنام مرة ثانية فقال له يا فوجده في روضة من رياض الجنة فقال له ذلك الصديق المخلص قال لمالك فرج الله كربك كما فرجت كربتي وين العبرة أيها الإخوة العبرة هي رد الحقوق لأصحابها عشان إبرة صديق مالك واقف على باب الجنة ومحبوس أنه يدخل الجنة بالله عليكم قديش الناس إلهم علينا علينا للناس من حقوق من أمور أخذناها ولم نعدها إليهم أشياء عظيمة جدا لذلك عشان إبرة أخونا واقف على باب الجنة ومش داخل فما بلك اللي قتل فما بلك اللي سرق فما بلك اللي نهب فما بلك اللي فساد وأفسد فما بلك اللي ظلم فما بلك اللي انتهكت الحرومات فما بلك عدد سلسلة طويلة جدا عشان إبرة تأخر دخول الجنة على صديق مالك بن دينار بالله عليكم شو رح يصير فينا هل يحق لنا أو ممكن نقف على يعني مكان بعيد من أبواب الجنة ولا ندخل الجنة أنتم أدرى بأنفسكم أنتم أدرى بقلوبكم أنتم أدرى بسلوكياتكم أنتم أدرى بنواياكم أنتم عليكم أن تكونوا مع الله فمن كان مع الله فهنيئا له ومن كان لديه بعض الأمور السلبية فعليه أن يراجع نفسه عليه أن يتذكر طريق الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت وقبل أن ينتقل من هذه الدار إلى تلك الدار والله أنها قصص جميلة وأشياء فيها عبرة يعني يأتي على بال قصة ذلك الرجل وتبين مصداقية يعني وكيف يعامل الإنسان يعني أنا أحب أن أعامل كما أعامل فهل نحن نعامل بعضنا بعضا بمثل هذه المقاييس وهذه المواصفات وهذه السلوكيات يعني أحد الإخوة كان رجلا صادقا وفقيرا يعني ببيع الزبدة إلى أحد البقالات كلها بتصب في نفس الطريق على الضمير على الإخلاص على الصديق على الوفاء على مراقبة الله سبحانه وتعالى على عدم الغش على عدم الخداع على كل شيء فهذا الرجل كان الزوج تهويها يعني فقرين بساو زبدة بيبيعوهم لذلك البقال فبيبيعو كيلو يعني الكيلو ألف جرام معروف ففي يوم من الأيام صاحب البقالة بوزن الزبدة بلقيها تسعمائة جرام فصاحبنا بس أجل ثاني يوم مباشرة أنت قاعد تبيعني كيلو الزبدة على أنه ألف جرام وهي طلعت تسعمائة جرام بهدل ذلك الرجل بهدلة أدبية بهدلة مهنية بهدلة يعني إشي من يعني صعب جدا فاستحيى ذلك الرجل استحيى ذلك الرجل فنظر إليه وقال يا أخي إنني رجل فقير ولا يوجد عندي الوزنات يعني وزية الكيلو واثنين كيلو ولوقية مش موجودة عنده مش قادر يشتريهم أصلا وأنا اشتريت من عندك كيلو سكر وأنا أزن لك بذلك الكيلو شو بتفهم أخي الكريم تفهم أن كل السكر طلع تسعمائة جرام يعني صاحبنا صاحب البقالة هو الذي يغش ويخدع فاستحيى ذلك الرجل واعتذر له وسامحه وهكذا يعني العبرة من هذه القصة مكيالك يكال به لك كما تحب أن تعامل عامل الناس كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس تحب الرحمة كن رحيما تحب الكرم كن كريما تحب أن تكون يعني تدخل البهجة على البشر يعني أن يدخل الناس عليك الفرح والسرور أنت يجب عليك أن تبادر وتدخل الفرح والسرور على قلوب الناس أنت عليك أن ترحم أنت عليك أن لا تظلم أنت عليك من أجل أن تعامل كما تعامل وكثيرا يعني هناك قصة جميلة تحذرني الآن قصة ذلك الرجل الحكيم أراد أن يعلم ابنه يعني هذا هذا المعنى الجميل هي قصة تسمى قصة صدى فأخذ ابنه الصغير وصعد الجبل فتعثر ذلك الشاب وقال الله فسمع صوتا يقول الله ثم قال سمع صوتا يقول أخ فقال أخ ثم قال له اخرس فقال الصوت اخرس قال يا أبتي من الذي أسمعه يعني هو بيحكي الكلمة بيسمع نفس الكلام قال له يا بني هكذا هي الدنيا كما تنطق يقال لك قل أنت كريم فقال الطفل أنت كريم بصوت عالي فسمع الصدى يقول له أنت كريم فقال له قل أنت رائع فقال الصدى له أنت رائع فقال ما الذي يحدث يا والدي قال له الحياة كالمرأة إذا نطقت بالأشياء الجميلة فإنك لن تسمع إلا الأشياء الجميلة وإذا نطقت الأشياء السلبية والشتائم فلن تسمع إلا مثلها هكذا هي الحياة مثل المرأة فكما تكونوا يولى عليكم هكذا يعني هي الحياة لذلك هذه القصة يعني صاحب البقال هو الذي كان ببيع الكيلو تسعمائة جرام سكر بدل ألف جرام لذلك يعني اعلم أيها الإنسان أن الطريقة التي تعامل بها البشر سيعاملونك بها وإذا كنت صادقا مع الله سينجيك من المكائد سينجيك من الأشياء التي تحاك ضدك سينجيك من كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى يعني ورد في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب هذا حديث قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه لذلك انت عليك تكون مع الله سبحانه وتعالى وبعدها نخلي الأمور على الله هو الذي ينجيك هو الذي يساعدك هو الذي يعني يخرجك من المآزق وهو الذي يفرج الكروب وهو الذي يزيل الهموم والغموم هو الله سبحانه وتعالى ما عليك فقط إلا أن تكون مع الله والله أنه مطلب يعني بسيط جدا لا نريد منكم إلا أن تكونوا في طريق الله سبحانه وتعالى ونعود إلى وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام فقال اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبدا حبشيا الله أكبر فهذه وصايا الحبيب أيضا يقول أرقائكم أرقائكم عن العبيد يصيهم أن يطعموهم مما يأكلون ويلبسوهم مما يلبسون سبحان الله هذه القيم الرفيعة في هذه الوصية أيضا فيقول أيها الناس إن المسلم أخو المسلم وإن المسلمون إخوة فلا يحل المؤمن من أخيه شيء إلا عن طيب خاطر يعني ما بصير تبلس أخوك مثلا ما بصير تسرق أخوك ما بصير تحيك ضد أخوك ما بصير يعني هذه الأمور تصير من مسلم إذن هناك خلل معين أيها الإخوة لا بد أن نعالجه هناك مرض في المجتمع لا بد أن نعرف علاجه والعلاج لن يكون إلا عن طريق أن نعود إلى أخلاقيات الإسلام إلى أخلاقياتنا العربية والإسلامية الرفيعة لا يمكن أن تتغير أمورنا إلا أن نكون أصحاب أخلاق فاضلة لماذا؟ قد يسأل سائل لماذا؟ لأننا نصلي بالملايين ونصوم بالملايين ونحج بالملايين ونتصدق بالملايين والمليارات ولن يتغير حالنا إذن هناك سؤال شائك سؤال عظيم لماذا لا يتغير الحال؟ لأننا نريد أن نكون صادقين مع الله لأننا نريد أن نكون في طريق الله سبحانه وتعالى كما أمرنا نكون في طريق الله بأخلاقنا بسلوكياتنا باحترامنا للآخر بتسامحنا بعفونا بحلمنا بكل شيء فينا أن نكون أصحاب أخلاق فهل هذه الحلقة إن شاء الله ستؤتي ثمارها ندعو الله سبحانه وتعالى وفي نهاية وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام قال ماذا تقولون أني قلت لكم قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت الله أكبر بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السباب يرفعها للسماء وينكتها للناس يعني يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ثلاث مرات ونحن نقول نعم يا رسول الله لقد بلغت ونصحت وأديت فجزاك الله عنا وعن أمة الإسلام كل خير وكل معروف فلولاك لما عرفنا طريق الله سبحانه وتعالى فلولاك لما كنا أصحاب أخلاق فاضلة فلولاك لما عبد الله حق العبادة فلولاك يا رسول الله ما كانت هذه البقاع مؤمنة وما كانت هذه الوجوه التي نراها مسلمة لولاك يا رسول الله لما كان هناك من يعبد الله على سطح هذه الأرض فجزاك الله عنا كل يعني الجزاء وندعو الله أن نراك على حوضك وندعو الله أن نكون نحن وإياك يعني في جنات النعيم أيها الإخوة ونحن ننصيكم أيضا بهذه الوصايا التي أوصانا بها الحبيب عليه الصلاة والسلام وهي أعمال فاضلة وأعمال فيها الخير وفيها البركة فيها الرحمة فيها عدم يعني الظلم والخداع قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء يعني إذا واحد عنده هيك يعني لسانه ما يخذ شمال لا عدل لسانك وروح يمين أحسن لك المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ندعو الله نحن وإياكم أن نكون من هؤلاء الناس أيضا ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق لذلك أيها الإخوة يعني نحن في الخلق وحول الخلق ندور نحن نريد أن نكون أصحاب أخلاق فاضلة هذه المعنويات وهذه السلوكيات وهذه الأمور يعني هي من الفطرة الإنسانية ما الذي يمنع أن نكون صادقين أصحاب أخلاق جميلة وكل الحلقة تمحورت حول كيف نتجه بأخلاقياتنا وسلوكياتنا إلى الله ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا اللهم اجعلنا من أصحاب الأخلاق الفاضلة اللهم اجعلنا نحن ومستمعين ومشاهدين من إخوة وأخوات من أصحاب الأخلاق الفاضلة اللهم اجعلنا نحن وإياهم جميعا أن نكون متوجهين إليك بقلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا وأن نكون معك صادقين ومع أنفسنا صادقين ومع أخوتنا وأخواتنا صادقين في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن أكون قد وفقت فيها في تقديم هذه الوجبة من وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى لا يسعني إلي أن أشكر الإخوة من مخرجين وفنيين والشكر دائما لكم أنتم أيها الإخوة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة